شبكة قنوات المحروصة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل بسم الله الرحمن الرحيم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية ملفات ساخنة موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن بس أهل الكرة عزيزي المشاهدين وأهلا مرحبا بحضراتكم ورحلة مع العلم والعلماء وفي دافتنا اليوم نموذج للشخصية المصرية اللي امتداد لأجدادنا الفرعنة نموذج للشخصية المصرية اللي أعطت وتألقت حتى وصلت لمنصب مربوك نتيجة للجهد والتعب نتيجة للعطاء نتيجة للإصرار نتيجة للعزيمة نتيجة لكل مفردات النجاح ولما بنقدم نموذج لشبابنا وكل الأجيال من خلال علماء من بلدي بنكون حرسين نقدم القدوة والمثل الأعلى بنقدم الخبرة الحياتية الترقومية للشخصية المصرية بنتكلم عن رحلة امتدت لسنوات وسنوات كان فيها نجاحات متعددة وإنما كان فيها تعب بطعم الحياة علشان كده ضفنا وصل إلى قمة الهرم التنفيذي كان أحد وزراءنا في التخصص اللي بيتكلم عن تاريخنا وبتكلم عن هويتنا المصرية وبتكلم عن أثرنا وبتكلم عن مورثاتنا بنستضيفه النهاردة وإحنا كلنا فخر واعتزاز بالشخصية المصرية بنستضيفه النهاردة وإحنا بنقوله شكرا سيادة الوزير شكرا سيادة العالم اللي قدمت للمصر ومن خلال علماء من بلدي بنكون حرسين كمان أن نتكلم عن البدايات لأن البدايات هي الانطلاقة ولما فيها عالم أكيد بتبقى فيه نبوغ مبكر أكيد فيها علامات بتؤكد أن احنا ماشيين في الطريق الصح أكيد فيه دلالات بتؤكد على أن فيه مشروع عالم بيتم كل التحية والإجلال والاحترام لضيف وظيفكم سيادة العالم الفاضل قال لأستاذ دكتور ممدوح محمد جاد الدماطي وشهرة قال لأستاذ دكتور ممدوح الدماطي وزير الأسار المصرية السابق أهلا محضرتك فاندي أهلا بحضرتك أستاذ حكيمة قيمة وقامة نعتز ونفخر بها والله الله يكرمك الدكتور ممدوح الدماطي منح في البدايات وسام فارس من رئيس جمهورية إيطاليا وكرمته الدولة المصرية بمنح جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية وبجماعة تشارلز تم منحه المدالة الذهبية وعن مجمع إنجازاته البحثية والعلمية كرم سيادته بالحصول على جائزة جامعة عن شمس التقديرية في العلوم الاجتماعية وهي الجامعة الأم بالنسبة ليسياد الأستاذ دكتور ممدوح الدماطي أستاذ الأثار والحضارة المصرية القديمة المتفرج بكلية الأثار جامعة عن شمس المشرف على قسم علم الأثار والحفائر بجامعة عن شمس عضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير التابع لوزارة الأثار عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة عضو المجمع العلمي المصري وعضو خبير بلجنة التاريخ والأثار والمستشار الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية ببرلين أيضا هو مدير عام المتحف المصري سابقا والحدودة المتحف المصري مع الدكتور الدماطي هنتكلم فيها لأنه هو امتداد لحد بيحبه وامتداد يعني تبوق هذا المنصب وكان فيه حد قبل منه فيه حالة وصال وحالة عشق حببه في مجال الأثار طبعا الرحلة بتبدأ من الأسرة والأسرة هي النواهي الأولى لهذا المجتمع وهي المؤثر الأول في حياة أي صغص ما بالكم بقى في حياة العلماء الرحلة بدأت من الأسرة زي ما حضرتك قلت بدأت من الأسرة كان فيه متابعة دائما من الأسرة من الوالد والولدة الحقيقة على مدار الحياة التعليمية أو الفترات التعليمية يمكن من ابتدائي وأذكر كانت والدتي كانت كل فترة تيجي تزور المدرسة عشان تسأل المدرسين نفسهم أمضوح عملية وكثير اللي بتقعد معايا عشان تتابع خلصتي واجباتي ولا لا والدي كذلك لكن كنت بخاف منه طبعا زينا وزي كل المصريين لا بس هو كان شديد دي ممكن طبعا فيه في الجيله ده بقى يعني شداد بالفعل في التعامل يعني في بعض الأحيانة ما كان يقعد معايا هو بيسألني ممكن تبقى يكون عارف الإجابة الإجابة تروح من الرهبة لكن كان دايما هو حتى بيعارف ده وبرعيه فمن هنا حاستني دايما فيه على ورايا متابعة ورقابة لكن أما حصلت على السنوية ما أنا كنت عيل معلوم كنت بحب الكيميا جدا كنت باعش أقيل كيميا وكان نفسي خش حاجة فيها كيميا وطبعا كانت على رأسها الصيدلة أو الطب يعني يعني الظروف ما حصلش جبت المجموعة وقداني كلية تجارة جمعتين شمس عادت فيها شهر واحد بعدين لقيت زميل بيقولي أنا هحول لكلية قصار كان معايا في كلية تجارة قلت له أحول معاك بس إيه كلية قصار دي هنعمل فيها إيه يعني إحنا هنشتغل تحف فضحك وقال لي لأ دي كلية كويسة وعلى أقل ما فهاش العدد الضخم اللي إحنا بنشوفه ده هنا كانت كلية سحمة قوي فضول طيب بحولت دخلت الكلية أول يوم بنق إلى الجدوى لقيت أربع مواد تاريخ تاريخ شرق أدنى تاريخ مصر القديمة تاريخ مصر الإسلامية تاريخ فن تخضيت إيه ده إيه التاريخ ده إنت أمي لحضرتك للعلم للجلب العلمي بالزبط فكات بالنسبة لي طبعا صدمة شوية لكن سبحان الله بعد طبعا أولى خلصتها وتانية خلصتها في الصيف ما بين سنة تانية وتالتة كنت بفكر أن أنا أشتغل في الصيف فجدت لفكرة أنا مدرس أسار ليه ما رحش أشتغل في المتحف المصري أنت رايح أشتغل في المتحف أسأل على شغل في المتحف المصري كان ساعتها الدكتور محمد صالح ربنا أدي له الصحة قائم بعمل منير المتحف هو كان وكيل المتحف وكان ساعت قائم بعمل مدير المتحف وقال لي آه في شغل احنا عندنا قاعس مع قاعة الحرب والسلام كانت معرض مؤقت في المتحف هنرجع الأسار مكانها فأنا عايز ناس مش عمال وهم ما بيشتغلوا مش عامل ومش أسري علشان برضو الأسر عشان يشيل كده فأنت هتيجي عن حاجة ما بين العامل والأسر طلو موافق واشتغلت بس كتن مدة ثلاث أسابيع بس والشغل خلص وخلاص لكن الثلاث أسابيع دول غيروا مجرى حياتي بالكامل دكتور محمد صالح رجل بيحب الأسار بيعشق الأسار فاهم بيتعامل إزاي فواحدة بنشتغل كان يقعد يسأل عارف دي إيه؟ دي ليه؟ ويشرح دلي وراها آه مش مجرد بقى آه مش مجرد أنه بس يعني آه فخل الموضوع يكبر معايا يعني بدأت أحب اللي بيقوله ده بقى يعجبني وبعدين أقولي بعد ما الشغل يخلص بدل ما روح خاف لحسن بكرة إحنا اللي شاهد في الحتة دي يمكن يسألني هنا أطلع ذاكر أشوف الحتة اللي يعنيمش فيها بكرة فيها إيه؟ عشان ما تسئل أعرف أرد علي لو حركت تانية ما بين تانية بعد دي سنة تانية آه آه فبعد ما خلصنا لقيته هو بيشجعني بشكل كبير قوي قال لي أنت مستقبلك حيلا وانت شاطر أنا مش حاسس أنه أنا شاطر بس يكمنه كنت بجهز نفش عشان ما تسئل فكنت بروض ورغم التحفيز والتشجيع آه آه لكن خلى بعد ثلاث أسابيع ما خلصه قلت له طيب أنا ممكن أشتغل متطوع أي حاجة عايزيني أشتغل فيها مساعد في الأقسام وبقيت كل يوم أطلع ألف في الأسعار لفي فوسط المتحف المصري خلاني أتغير 180 درجة من واحد ما بيحبش التاريخ ليعشق التاريخ الله ويحب الأسعار والتراث فاتغير بقى المسار بتاعي وبعديها بعد ثلاثة روحت برضو واشتغلت متطوع وبعد ما خلصت الجامعة واخدت الليسانس اشتغلت لحد ما جاء الجيش في المتحف المصري خلصت الجيش رجعت المتحف المصري ورجعت له بعد كده حضرتك مدير آه يعني سبحان الله والسفات اللي دي كلها آه يعني حتى ما سبت بقى اشتغلت طبعا بعقد آآ أمين مساعد وبعدين من حبي كنت بشتغلت في كل الأقسام هنا للسعداد الشخصي بقى للسعداد الشخصي آه بس كان بقى حطت في دماغي ان انا لازم اعمل ماجستير ودكتوراه وكمل في هذا التخصص بعد حالة عدم القبول اصبح في حالة توصال كان السبب فيها الدكتور محمد صالح آه ربنا يا كريم ويا رب طبعا هنا ده ده بيبقى برضو تحول يعني مين بيساعدك مين الحط البذرة اللي عندك صحيح فعشان كده بيقول دايما الاستاذ بيبقى قدوة حتى لو هو مش في دماغه ان هو قدوة بتصرفات بتصرفات بأداءه قدوة رغم عنفه عشان كده بيقول بزات استاذ الجامعة فده ده أنا دايما بحرس عليها وانا في الجامعة ازاي وصل للطالب قدوة علشان لو حب في يوم الايام يفكر يكبر هيلاقيه ويجد حضرتك قلت كلمة في التقديم فيه تعب بييجي مع الله صحيح ما بيجيش من فراغ وفعلا كان فيه تعب دائم موجود لكن الحمد لله ربنا يعني كرم كتير كان حسب السكريبت اللي موجود معايا من الزميلة المخرجة عابري الحلبي وهي دقيقة جدا وبتكتب سكريبت وحييها عليه لانه ما بتسيبش ايه كل النقاط موجودة كانت بتتكلم يعني وتترجلت الجزئية وهي اثناء بمناسبة التعب يعني رسالة الدكتوراه ومش يعني مش واحد بقى رايح من خلال منحة ومن خلال بقى الدنيا جميلة لا ده كان فيه تعب في رسالة الدكتوراه وبتحديدا في منحة ما كانتش منحة ده لحسابه الخاص القصة كانت ايه القصة يمكن تعتبر بدأت من سنة سبعة وتمانين او نهاية ستة وتمانين سبعة وتمانين كان جايلي منحة كان سعالة فيها الدكتور محمد صالح اروح فرنسا وبدأت اتعلم اللغة الفرنسية واخدت الكرس المكسب علشان اروح فرنسا تشاء الظروف وانا في الكرس ده واحد تاني طلع مكاني فما طلعتش راحت مني بعديها اتعرفت بأستاذ دكتور إيريش فينتر ده أستاذ اللغة المصرية في العصور المتأخرة والعصر البطلمي في جامعة ترير في ألمانيا كان جاي مصر وعاوز يروح يزور سيوة فكان وقتها ليروح سيوة الأجانب لازم ياخد تصريح أمني فانا كنت لسه بخلص الجيش بتاعي من حرس حدود فدولي تقدر تروح تخلص مع الورق وروح تخلصت مع الورق فالدكتور محمد صالح قال لي تطلع معا سيوة قلت له يا ريت حتى أنا كنت ساعة بقى شغال في الماجستير أوريله الشغل بتاعي فوريته الشغل بتاعي شوية في الماجستير وبعدين وإحنا في سوى هناك وطبعا فكر أن أنا طبعا عشان شغلي آري وجاهز يعني عشان مما يسألني أوريله أن أنا شاطر يعني فكان يفاجئني بقى وإحنا في المناطق هناك قوي ينصي روليفي جديد وليتعرف تقرى هنا أم آري تعرف تقرى هنا أترجم أترجم فقال لي إذا ددت يعني كويس أنا أحب أنك بعد ما تخلص الماجستير تيجي تعمل الدكتوراه عندي في ألمانيا يا سبحان الله قلت له بس أنا ما بعرفش ألماني قال له مال إحنا عندنا في الجامعة هناك بتدرس اللغة الألمانية من البداية خالص للمبتدئين لا حد ما تخلصها وتسجل بعد كده في الجامعة طلعا يا دي كويسة طبعا كده أكسب مدرسة جديدة كنت عاوز أكسب المدرسة الفرنسية نكسب المدرسة الألمانية كويس بس توقعت أنه هو بقى هيعمل لي منحة خلصت الماجستير ما عمل ليش حاجة لكن هو قال لي قال لي لا أنت تيجي عندنا ونشوف بعد كده نقدر نعمل المنحة ولا لا فقمت مرسل جامعات تلت وجامعة هايدل بيرج وجامعة تريير علشان تيجي فرصة وقلت خلاص واحد زميل الموجود هناك قال لي احنا بنشتغله وبنصرف على الدراسة بتاعتنا قلت له سهلة قال لي مش سهلة بس تمشي يعني فات وكلت على الله ورحت وطبعا الفلوس اللي معي دكتور ماشييني ثلاث شهور بتوقع الترم والصف قوي ما يجي لازم أشتغل لأنه ما عندهم سيستم ممنوع تشتغل أثناء الدراسة ممنوع بقى مخطوف في الباسبور اه الترحيل بقى فورا على طول اه لو اشتغلت أثناء الدراسة يرحلوك مم فطبعا كنت بشتغل تقريبا حوالي أربع شهور في السنة آآ شهرين ونص في الصيف وشهر ونص في الشتاء ودول كانوا بيكفوا يعني واحد كان بيتعايش معهم بس بصراحة كانت متعبة جدا عادت كده ثلاث سنين لحد ما خلصت السنتين بتوع دراسة اللغة ودخلت السنة في الدراسة الفعلية وربنا أكرمني بعدها بمنح بس عادت ثلاث سنين ايه طبعا الحياة للشباب هي مش مفروشة بالورود لا طبعا لازم كل مكان الصعاب أكتر والإصرار والعزيمة مصاحبة للتعب هنجد سمار الكلام بالزبط وخاصة في السنتين الأولى اللهم في اللغة لأنه ما بدرس بقى ما دخلتش في التخصص أنا بيطبع عليها القانوني الألماني لازم أخلص الكورس اللغة ده وبيساوي بيعادل دبلوم لغة ألمانية سنتين كمي أربعة تيرم خلصت الأربعة تيرم الأول ألماني بس بس كان أستاذي جد كترخيره بيسمح لي بأننا نحضر معهم في المحاضرات يعني الشغل برضو في الشغل العام بيجبار دراسة أنا فعلي جامد في اللغة واللهجات والتعامل مع الناس كل دي برضو خبرة وحست أن أنا طلتي بها كسبان في الآخر قالوا سيد دكتور موضوع ضماطي ومن الأشياء الجميلة أيضا أنه هو العميد المؤسس لكلية الأثار جمعت عند شمس وتأسيس مجلس قسم علم الأثار بجمعت عند شمس والمشرف المؤسس لمتحف زعفران بجامعة عند شمس دايما اللي بيقع على عاتقه الانطلاقة الأولى دي بتبقى مهام صعبة جدا ده صحيح فبالتالي لابد من الإعداد الجيد تخطيط في كل مرحلة من الثلاث مراحل دول كان طبيعة الإعداد أو العام المشترك في الإعداد لهذه المهام هي الحقيقة بعد ما سبت الوزارة رجعت الجامعة أستاذ في كلتي أستاذ الأثار المصرية فبدأت أفكر أن قسم الأثار يحول إلى كلية قسم الأثار نحن كنا قسم أثار في كلية الأداب قسم الأثار في كلية الأداب عادة بياخد عدد طلبة أكتر من كلية الأثار فلما هيبقى كلية يبقى العدد أقل برضو الطالب بتاع السابق العام اللي جاي مجموعة أعلى شوية من مجموعة كلية الأداب اللي نقدر نتعامل معه الطالب بشكل جيد لكن محتاج تطوير للبرامج سنة 2018 لأول مرة بيؤسس لجنة قطاع الأثار في المجلس الأعلى للجامعات قطاع الأثار في المجلس الأعلى للجامعات زي قطاع العلوم القطاعات دي دورها إيه؟ بتشرف على جميع البرامج التعليمية في هذا التخصص في الجامعات المصرية لو في برنامج جديد هيتعمل هيتقول أه ولا لا يتبع المعايير ولا لا في معايير وضوابل بتاعكم الكلام ده وتطوير البرامج فطبعا بسيك رأستها زي اللجنة بيحضر فيها طبعا جميع عمداء كليات الأثار على مستوى الجمهورية وبعض الممثلين فأنا معاي كل اللي بسؤولي عن الأثار في مصر أول حاجة تلطها البرامج اللي بتدرس برامج التدريسية الموجودة ونشوف أفضلها إيه؟ ونحط رؤية تطويرية للبرامج كرؤية استرشادية فعملنا الرؤية الاسترشادية ديت لتطوير برامج الأثارة على مستوى الجمهورية أول ما وصلنا للرؤية دي قلتها هتطبقها أول حاجة على عين شمس فأنتم أقدم برئيس الجامعة كان دكتور محمود المتيني ربينا مسيب الخير وقلت له إحنا الآن أعوزين نحول قسم الأثار إلى كلية مش بس كده كانت عامل عندنا معهد عالي للدراسات العليا للدراسات البردية والنقوش طوله المعهد ده يدخل مع القسم وهما الاثنين كلية واحدة يبقى عندنا كلية محترمة لكلية الأثار لكن هيتطلب الأمر أن نعمل برامج جديدة اللي هي البرامج البيينية كان منها بقى قسم علوم الأثار والحفاير ده برنامج فريد على مستوى الجمهورية مش موجود غير عندنا احنا بس في جمعات عين شمس عملنا برامج بينية مثلا بيننا وبين كلية العلوم قسم اسمه برنامج برنامج بايو أركيولوجي الأثار الحيوية ده برضو مش موجود غير عندنا احنا بس في عين شمس عملنا إدارة المتاحف والمواقع الأثرية عملنا ترميم وصيانة التراث المعماري وترميم وصيانة التراث المعماري عملينه برنامج بيني بنا وبين قسم العمارة كلية الهندسة علشان بيبقى فيه كمان جزء منه مش بس ترميم وصيانة وإعادة تأهيل مباني تراثية وعيننا دكتورة مدرس دكتورة مانا طارق خريجة كلية الهندسة قسم عمارة وعمل ماجستور ودكتوراه في إعادة تأهيل مباني تراثية ومسجة القسم وفيه التعاون بيننا بين كلية الهندسة جمهة عن شمس المسج ما بين الجانب المعماري والأثري بالضبط لأن إحنا دايما بنشوفي عدس أنا مريد بالتجارب دي أنا في الوزارة ما بنروح نعمل ترميم مبنى أثري بنلاقيه رؤيتين رؤية الأثري المرمم ورؤية المعماري فبساعد بيختلفوا فإحنا عاوزين رؤية لا اختلافة فيها فلازم يكون عنده الخلفية دي عنده الخلفية دي فكان جات الفكرة بتاعت هذا البرنامج البيني عملنا أيضا برنامج بيني بيننا وبين أنا قلت الحدركة البيواركيولوجيا بيننا وبين كلية العلوم وبرنامج نظم المعلومات الأثرياء والتراثية بيننا وبين كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات فإحنا عندنا برامج بينية جديدة متميزة متفردة كمان وديك تلازم بقى تتعمل علشان أقدر أقول أنا عندي رؤية لعمل كلية يبقى عندي برامج جديدة والأقسام الرئيسية الثلاثة اللي هي اللي احنا متعودين عليها أثار مصرية قديمة اللي هي الفرهونية والأثار الإسلامية والأثار الإسلامية والأثار الإسلامية الثلاثة دول طبعا عم حطت لهم البرنامج اللي وصلنا إلى الرؤية الخاصة بالاسترشادية للتطوير فيبقى عندي برامج مطورة وعندي برامج جديدة أقدر أأسس كلية فأأسست الكلية وكانت نطلاقة النواة الأولى للكلية بالزبط وحتى يمكن الحمد لله الجماعة ده ما يقول كلية الأثار جامعة إن شمس ولدت كبيرة لأنه كمان كان عندنا سطف بتاعنا موجود من سنة 98 فاحنا عندنا سطف كامل وعندنا رؤية كاملة واللي عملنا لهم تعيين الناس اللي تم تعيينها للبرامج الجديدة تحط لها معايير معينة وإعلان تم اختيار أفضل عناصر تكون موجودة معنا فالحمد لله فعلا الكلية كلية متميزة جديدة بها أقسام مش موجودة متفردة فميكت حاجة كويسة بعدها لا تحضر تتكلم على مدحف الزعفران المدحف هنلسى أقول لحضرك تفكرة جبيل مدحف الزعفران احنا عندنا قصر الزعفران تحفة معمارية تراثية في ممتها الجمال أيقونة جامعة إن شمس فحبنا نحط رؤية يمكن بدأت مع السيد الدكتور عبداللهاب عزة رئيس جامعة إن شمس والأسف وقفت لما جي دكتور محمود المتيني تم إحياءها مرة تانية واستمرت لحد ما تم إنشاء المدحف كانت رؤية المدحف أنه هيكون متحف تعليمي لجامعة إن شمس ويرتبط بجامعة إن شمس بما لها وبما تقوم بها كمان من أنشطها بمعنى لها الأسر ده تراثي يتبع أسرة محمد علي فاحنا عاوزين نخلي الجزء تراثي في المتحف يتبع أسرة محمد علي ويحكي الأسر ده والقصر نفسه يدخل في مصار الزيارة المتحفية بعد الترميم لأنه لا تتحت الترميم يخضع للترميم لكن معموله سيناريو إن اللي هيزول المتحف يزول الأسر أيضا عشان كده تخفف مظار رسمي مظار رسمي والأسر نفسه عشان كده يتخفف منه الموظفين يعني بعد الترميم اللي هيرجع فيه القيادات بس وهيبقى أيقونة بالفعل تراثية جميلة تسمح بالزيارة دي واحد اتنين عندنا مجموعة مقتنيات خاصة بالجامعة عندنا مجموعة مخطوطات في منتهى الروع بتاعة مكتبة جامعة أنشامس عندنا مجموعة بردي كانت إهداء من دكتور حسن رجب عندنا مجموعة عملة تراثية دي دول حيازة بتاعة الجامعة ده عفوص بقى كمان على ده جزء آخر دول يتحطوا في العرض المتحفي يبقى دي حاجة دي اتنين تلاتة جامعة أنشامس بتعمل حفاير في المطارية في عرب الحسن أنا رئيس البعث البعث تحت دردي المطارية بعين شمس القديمة اللي تسمت على اسمها جامعة عين شمس كانت مدينة مدينة مور وحضارة وكانت أقدم جامعة في التاريخ وكانت الحيز بتاعها من المرج شمالا لحد ما نشيت الصدر جنوبا يعني احنا في أقصى جنوب راح نتباح عشان كده عملنا الحفاير في المطارية باسم جامعة عين شمس في منطقة عين شمس القديمة أصود عين شمس مش حقيقة شمس النهاردة مش الحديث فطبعا ده كان حاجة كويس طيب القصار اللي خرجت من هزي الحفاير تقدمنا طلب للمجلس الأعلى للأصار ان احنا نستعرها من المجلس العصار وتتحط تكون في المتحف لأنها انتاج حفاير جامعة عين شمس وبالفعل اتحطت في المتحف بقى أنا عندي ثلاث مجموعات دول لكن مدتش لسه الخط الكامل التعليمي علشان ما جاشرح لطالب أقوله انت عندك كذا وكذا وبالذات الحاجات المرتبطة بعين شمس القديم فطبعا برضو تقدمنا بطلب للمجلس الأعلى للأصار ان عاوزين نستعير بعض الأعثار من المتحف المصري علشان نكمل المجموعة التعليمية لأصر الزعفة وتمت الموافقة بالفعل عليها وطبعا ما وفقوشا لما تعاملت لجنة وجتشافة المكان علشان وده مهم وانا طبعا ما كنتش أعمل حاجة لما كنت واثق ان هي هتأدي الغرض منها ومحمية ومؤمنة وحاجة على أعلى مستوى الحقيقة وطبعا كان مهم جدا في الجانب التعليمي ان احنا نخط التقنيات الحديثة التعليمية للمتاحف في هذا المتحف على الرغم ان المتحف صغير تعليمي فحطينا مثلا ال 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 عندنا ال 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 عندنا التوتش سكرين عندنا عجمينة ال رياليتي عندنا برضية جيبينها في منتهى الجمال بتاعت البرضية الطبية المشهورة اللي موجودة في متحف ليبتسج في ألمانيا طبعا علاقتي بالنس دي كويسة فتواصلت معهم وبعتولي موسقة هاي ريزوليوشن بيرفك كأنها الأصل فحطناها هناك في المتحف ودي ليها برنامج بالموبايل بحط عليه على النص الهيراتيقي يطلع للترجمة بالانجليزي وبعد كده طبعا هنعمل باقي الترجمة المتحف يعني بيخضع حاليا للترميم منتصر ينتهي لا مش المتحف المتحف مفتوح البيزمنت هل حطناه في البيزمنت وجاهز ده هو تم افتتاحه من سنة بالزبت أو سنة واسبوعين هو تم افتتاحه 9 مايو آه 2023 اللي تحت الترميم الأصر الأصر القاعدة العلوية آه وده يخلص مثلا نقول كمان سنة من دلوقتي ويبدأ يدخل هو كمان في السيناريو آه يبقى عندي اللي بييجي المتحف ممكن بعد ما يزور المتحف يزور المصر حاجة جميلة وأفكار آه مش نمطية يمكن حتى طوال ما مدروح نمطي لما آه كنا بنتكلم في الاستراحة فبنتكلم عن الأصار وعن السياحة وعن فقال تعبير جميل جدا شدني يعني بيقول إن الأصار دي ثقافة وهوية دولة مش مجرد سلع عايزة أوضح الجزء ده هو كان السؤال كمان على الحقيقة السياحة مع الأصار آه أنا طبعا وجد نظري السياحة مع الأصار آه فيها صعوبة شوية آه إحنا كنا مع الثقافة أقرب آه كنا مع الثقافة آه السياحة بيزنس فأنت عشان تعمل بيزنس آه محتاج رؤية تانية ومش محتاج الأصار فيها أنا ممكن أعمل بيزنس من وراء الأصار إزاي إدارة الخدمات في المواقع الأصارية والمتاحف إدارة خدماته دي ممكن تقدر تعمل بيها اللي أنت عايزه وتجيب لكن الأصار نفسه أبعده عن إنه يكون سلعة ل آه سلعة وهو وهو يبقى فيه عامل آخر السياحة تقوم بالحدوتة دي من خلال برضو يعني الأصار نحافظ عليه كأصار وكهوية ثقافية وفي نفس الوقت الخدمات التابعة لهذا الأصار هي اللي تبقى بيزنس دي وتبقى بيزنس كويس قوي آه 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 يمكن كمان معلل الوزير حضرتك كان الجزء الخاص بي إ Savage آه حضرتك توليت رئاسة المنزمة الإقليمية للمتاحف العربية هنا دور المنظمات الدولية في حماية التراث الثقافي على وجه التحديد هي بتبقى مظلة و بتبقى لها أنشطة يعني وفي الأيكم عرب كان أنشطة بين المتاحف العربية إزاي نحط رؤية ممكن تكون موحدة هي بتبقى فيها كان فيها صعوبة طبعا لأن كل دولة لها قوانينها ولوائحها لكن على الأقل كانت مثلا الحاجات اللي أنا كنت اشتغلت عليها رؤية التربية المتحفية إيه الدور المتحفي في تربية خاصة الأطفال ده إيه الدور بتاعها لكن كمنظمات تراثية مثلا زي اليونسكو بتعمل مظلة للحفاظ على الأسعار على مستوى العالم يعني مثلا اللي بيتسجل تراث عالمي بيفضل دائما التواصل مع اليونسكو في هذه الحاجات لأنه عندهم خبراء و عندك أنت كمان خبراء في بعض الأحيان بتحتاج هذه المظلة هو ما صح مش هيدعموك بفلوس لكن المظلة دي مثلا نفعاتنا في إيه وإحنا نفعناها مش بس نفعاتنا نفعناها متبادلة متبادلة اليونسكو في إنقاذ أثار النوبة في الستينات والسبعينات لحد أوأل التمانيات يمكن ده أهم مشروع عمله اليونسكو في تاريخه كله للحفاظ على تراث دولة إحنا لما جينا نبني السد العالي كان طبيقة هيتعمل وراه ورا السد بحيرة ضخمة جدا الأثار اللي ورا السد اسمها أثار النوبة كأقليم يعني أثار بتاعة أسوان كلها وما وراها الحد برضو شمال السودان عشان كده كان في رؤية ساعتها الدكتور سليم حسن رحمة الله عليه كان عالم كبير في الأثار طبعا اسم كبير وكان جمال عبد الناصر مرضو رحمة الله عليه كلفه بإنه يعمل تأرير هذا الموضوع فعمل تأرير لابد من إنقاذ هذه الأثار ورفعه للدكتور سارات عكاشا كان وزير الثقافة رجل طبعا صاحب فضل كبير جدا لإنه اهتم بالموضوع وهو اللي تواصل مع اليونسكو اليونسكو عملت نداء عالمي للدول لجميع الدول إنها تشارك في إنقاذ أثار النوبة فبدأت تبرعات تيجي والحاجات دي كلها تيجي اليونسكو ما بتفهش بس قدر يعمل مظاور هو صاحب الدعوة والترويج للفكرة بالزمن فبقى ده الدول دي كلها اقتربة كل الدول الأوروبية الكبرى مع أمريكا أمريكا ورمانيا إسبانيا إيطاليا فرنسا هولندا دي كلها ساعدت في إنقاذ أثار النوبة وبالتالي كان حاجة عالمية فإذا بنقول المنظمات الدولية ليها دور دلوقتي كمان منظمات الدولية بتعمل مؤتمرات وبتحاول تحط رؤية لكيفية الحفاظ على التراث المنهوب أو الإتجار الغير شرعي إزاي تمنعه والآيكم نفسه كمان اللي هو المجلس الدولي المتاحف اللي هو كان تحت منه آيكم قرب اللي أنا كنت نمسكو المجلس الدولي المتاحف بيعمل كل فترة حاجة اسمها القيمة الحمرة حصل سرقات في الأثار العراقية بتنزل قيمة حمرة خدوا بالكوا علشان دي لو حصل فيها شفتوا فيها اتجار أو حاجة الأثار دي ترجع لبلدها اليونسكو عمل سنة سبعين الفتسعمائة وسبعين اتفاقية دولية تنص على أن الأثار التي تخرج بطريقة غير شرعية تعود إلى بلدها في الزام في الزام الزام مش قانوني لأن المنظمات الدولية لا تفرض قانون الزام تبقى الاتفاق واحترام بالزبط عشان كده دلوقتي لو بصيت حضرتك دلوقتي أغلب المتاحف ممكن أقول كلها المتاحف الكبرى لا تقبل أنها تشتري أثار خرج بطريقة غير شرعية وأنا شفت تجربة مدحف لايبسيج في ألمانيا ومدحف بون في ألمانيا رجعوا أثار لمجرد أنها وصلت لهم وهم اللي من نفسهم اتصلوا بينا وقال لنا أخدوا بالك وأنا جات للأثار ديت بطريقة غير شرعية وأنا ما حبش مدحفنا يحتفظ بحاجة غير شرعية ورجعوها مصر أنا أسف على المقاطعة بس وهخرج يا أستاذ عبيد للتنويه اللي عنده حضرتك اللي جاهز بس هو مرتبط بنفس الموضوع احنا عندنا ثقافة مغلوطة معالي الوزير وهي خاصة بأن التنقيب التنقيب طلعمره من خلال مؤسسات ومن خلال هيئات ومن خلال البعثات صحيح إنما التنقيب اللي بتتم في بعض الأماكن التنقيب الشخصي أو الأسري أو المنزلي واللي بنقف في بيته بنسميه تنقيب غير شرعي ده قولاً واحداً قولاً واحداً مالهاش تاني تنقيب غير شرعي وغير مقبول وجريمة جريمة طبعاً طالما غير شرعي بقى جريمة وللأسف نسبة كبيرة منهم بتحفر في بيوتها من الداخل وغير يعني ما حدش شارف بيها حاجة وبنعرف أن بيته يتهدى على صاحبه صحيح وضحايا وبيلاقيش حاجة ده الأسوأ من من كده يعني معظم بيروح لمشايخ وحاجات غريبة طبعاً سازن حضرتك وجمهنر عزيزي هنخرج لفاصل سريع ونعود لقامر تانية مع العالم الفاضل لأستاذ دكتور الممدوح الدماطي وزير الأسار السابق واحد رموزنا المصرية العلمية المحترمة والقامات المصرية اللي بنعتز ونفكر بيها عالم العلماءنا الأفاضل الأجلاء اشتركوا في القناة 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 وزير الأسار الأسبق وأحد الموزنا العلمية والأثرية المصرية اللي بنعتز ونفكر بيها وبنتكلم أو بنكمل الحوار عن مضحف من المتاحف العالمية بمواصفات مصرية والجميل في الأمر كمان أن بمواصفات مصرية وبأيادي ترميم مصرية مدربة هي القصة مع الوزير القصة فعلا نحن عندنا ندر نقول أعظم مدحف في هذا القرن حقيقة أما يخلص هيكون أهم حدث ساعة الافتتاحه طبعا يعني تقريبا منتهي افتتاحه هيكون أهم حدث ثقافي يقدم إلى العالم ككل المتحف المصري الكبير فيه حوالي مئة ألف أثار خمسين ألف في العرض المتحفي أهم حاجة فيهم أن المجموعة تتعن خائمون هتعرض لأول مرة كاملة مساحة العرض طبعا كافية بشكل متميز المجموعة الأخرى في المخازن مخازن المتحف المصري الكبير من أفضل المخازن المعدة كأنها مخازن متحفية بنامط متحف لكن مش للعرض للحفاظ على الأثار وفيها متابعة دائما من المرممين مرممين المتحف المصري الكبير أفضل مرممين يمكن مش في مصري بس أقدر أقول لك كمان يمكن حاليا على مستوى العالم ناس على كفاءة عالية جدا كلهم مدربين بشكل كبير جدا متميزين بشكل كبير جدا وأعتقد حضرتك سجلت معهم مرة يعني فأكيد سجلت معهم حاجة جميلة حاجة جفرح طبعا فإحنا نقدر نقول الحمد لله إحنا مستوانا عالي جدا في هذا المكان أيضا المتحف نفسه الخدمات اللي فيه كمان حاجات هائلة جدا مرتبط بالموقع عمل تطوير للموقع ككل فنقدر نقول أن أكبر مشروع ثقافي في العالم حاليا هو المتحف المصري الكبير التصور حضرتك لهذه المنطقة بالكامل يعني مش مجرد المتحف بس إنما ده فيه فيه ربط ما بين المتحف والأهرامات والبانوراما الأسرية السياحية التصور مستقبلية تكون الزهر أنت كده بحتزود ليالي سياحية في هذا الموقع وبالذات ما تقدم خدمات إضافية جميلة جدا هتتعمل هناك المطاعم اللي هتبقى موجودة الممشا اللي هتعمل التقنيات الحديثة في العرض المتحفي اللي موجودة هتكون جاذبة كده واليوميات اللي هتتعمل للأطفال الكبار فأنت عندك رؤية كاملة لكذب السياح لليالي سياحية إضافية سيادتك فيه اللهاية التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحديثة كل لحظة فيها تطور تطوير التكنولوجيا للأثار اللي عمرها آلاف السنين يعني العلاقة بالتنين والتطوير التكنولوجيا بتم إزاي حاليا نقدر نقول أن التكنولوجيا الحديثة بتدخل في جميع المجالات مش عشان أنا أبحث على أثار ومتعود على الحفاير الأسرية اللي هي باليد آه ما أنا لازم أحفر باليد طالعا وأشتغل باليد لكن دلوقتي أقدر أستخدم كمان أجهزة كشف تحت الأرض قبل ما أشتغل أعرف أنا أشغال فين بتوفر وقت وبتوفر جهد وبتديني رؤية سريعة الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الحديثة التكنولوجيا الحديثة اللي بتستخدم في الترميم آه والنانو والحاجات دي كلها موجودة في الترميم كل يوم في تكنولوجيا جديدة ولازم التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة نقدر نشوفها نستخدمها إزاي ونتوحها إزاي لخدمة علبة كمان الجانب الخاص بمراقبة أثرنا والحفاظ على هذه السروة القومية لأنها ليست ملك أفراد وإنما ملك جموع الشعب المصري وبالتالي ملك الدولة المصرية إن صح التعبير الجانب التقني والجانب المراقبة إن صح التعبير أصبح على نطاق أوسع بكل تأكيد معت موجودة دلوقتي حتى في المخازن تقنية الرقابة عليها والحفاظ عليها بيت أقوى وشكده بنبدأ نطور كمان في المخازن مش فقط في المتحف الكبير أو في المتحف الحضارة أو في المتحف المصري في المواقع الأثرية لأن تطوير التكنولوجيا اللي الحفاظ على الأثار بتستخدم دلوقتي بشكل كبير جدا عادة يعني الرصير البحسي والعلمي رغم كل المشاق ورغم كل المهام اللي بتولها الدكتور من دوح الضماطي إنما الجانب البحسي أو الجانب العلمي كان دور أو ركيزة أساسية في حياته وعلشان كده كان فيه خمساشر مؤلف مش متخيل حضرك خمساشر مؤلف المؤلف لعالم أسري ده عملية صعبة جدا لكن في كل مرة هتبقى فيه حالة جديدة أو فيه تنوع فبالتالي ده كم كبير جدا طبعا لا حسن إحنا بنقول تعظيم سلام وقال فتحية فعلا لهذا الفكر المستنير وهذا العلم إنما أنا بتكلم عن التناول اللي تم من خلال خمساشر مؤلف بصفة عامة هم خمساشر كتاب وثلاثين بحث علم آه الأبحاث العلمية بتبقى أكتر آه تخصصية آه بشكل قوي الكتب فيها جزء تخصصي وفيه جزء منها ممكن يشمل التخصص مع المثقف العام وده اللي بدأت أشتغل عليه في السنوات الأخيرة إنه نعمل كتاب يفيد الجانبين علشان أقدر برضو يكون لي دور للمثقف العام يمكن من أهم هذه الكتب اللي أنا شايف أنه عامل سنة 2018 كان كتاب ملكات مصر آه هي الحمد لله طبعتين الطبعة الأولى نفذت والتانية نفذت وحاليا من جهز للطبعة الثالثة الكتاب ملكات مصر نعم آه أنا شايف أنه كتاب مهم جدا أنه في فصل في الأول بيتكلم على المرأة ومكانتها في مصر القديمة كان دورها إيه في مصر القديمة بيها دور إزاي وبهذا الدور إزاي إدرت رؤية تاريخية الأثرية لالامتداد لما يتم الاهتمام بها وخرجت وأنا بكتب الكتاب ده خارجت عن الديبيت الأسري العلمي المتخصص يعني علشان أدي الرؤية النهائية احنا للقارئ حتى مصطف الكتاب كمان بيكلم على 22 سيدة جلسنا على عرش في مصر مش زوجة ملك مع العلم إن كان إحنا عندنا معلومة هي اللي بتتصدر المشا اللي يعني حجر شبه كيلو بطرة أو يعني عدد أول ملك ده الرقم ده 22 منهم طبعا شركات في الحكم لكن ملكة بتحكم لكن أول سيدة بنقدر نقول عليها كانت وصيها لعرش ابنها الملك دين كان طفق عنده خمس سنوات عدد عشر سنين بتحكم هي الملكة ميريت نيت في الأسرة الأولى من خمس تلاف سنة ده خال لما سيدة تحكم وتجلس على العرش دولة زي مصر من خمس تلاف سنة وهكذا وأخيرهم السلطانة العظيمة شجر الدر في العصر الإسلامي ناهية العصر الأيوب بدأت العصر المملكي والسلطانة العظيمة مش الفيلم وإسلامة عملها ما أنا لسه أقول لحضرتك في مغلطات عندنا بتحصل وبيزج بمغلطات تاريخية والأسف تحت اسم الدراما تحت اسم الدراما والعمل الدرامي يعني إحنا ممكن نعمل العمل الدرامي ونحافظ على السياق التاريخي إيه المشكلة؟ إحنا عندنا يعني حاجات فيها شغل فني متميز والجانب تاريخي إحنا ظلامنا شجرة الدور؟ شجر الدور مش شجرة الدور يعني برضو اسمها اسمها بالجامع شجر الدور تبقى لما ورد عند ابن واصل المؤرخ اللي كان عايش في عصرها وكتب عنها آه ظلامناها طبعا لإني خدنا الجزء اللي هي آه طبعا هي كان فيه عندها غيرة وغارت وكان فيه وماتت بسبب إن هي يعني تورطت في قتل الجزء عز الدين آيبك لكن اللي قبل كده فين؟ فين دورها؟ في الحرب الصالبية السابعة وإنقاذ مصر من احتلال الصالبيين ده هي اللي وقفت وأنقذت مصر آه احنا توقفنا أمام مرحلة هي هي الدباجة الدرامية فيها أو الجزء الحبكة الدرامية بس وبعدين حال هي كانت منسزاجة أن هي تبعت مملوكيا يعني يروح يدور على وراء جزءها ماشي إزاي وبيعمل يعني مش لأ كان لها دور مهم جدا تاريخيا آه أنقذت مصر وكانت الزراع الأيمن لجزءها آه الصالح نجم الدين آيوب طيب أنا هقولك كمان فيلم احنا كلنا كنا بنحبه أو أنا كنت بحبه دلوقتي لما آه وعمل فني رائع النصر صلاح الدين أحمد آه مصر مهو رائع في الفيلم ده 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 هايل مش كده آه عمل فني هايل طبعا تاريخ صفر أولا بدأ حاجة اسمها القومية العربية في العصر ده صلاح الدين كردي مش عرب مش آه تاني حاجة طلع ان البطل العظيم عيسى العوام كان مسلم طلعهم سيحي ليه آه حاكم والي عكة اللي قاعد يدفع عنها ستة شهور وكان رجل محترم بأسر يطلعوا خاين وان هو الخام وسلم عكة للسربيين وان كان جايبين له منظرة كمان بيصب بخامر يعني هو يسيب يعني ولايته العكة ويبقى خدام عند آه ريتشارد قلب الأسد ريتشارد قلب الأسد ما قابلش صلاح الدين ورامار في الفيلم جابوا قبله مرتين آه رينو دي شاتيون مات في معركة حطين ما وصلش لل للحملة السربيية التالتة اللي جاته وجايبينه بيبارز صلاح الدين في جامع محمد علي في الألع هي محتاجة وقفة ان كل الأعمال اللي فيها أعمال تاريخية يتراجع كويس يتراجع بيزاق الجانب الأسري التاريخي لأنه ده يعني أكيد فيه ناس متخصصين ريتشارد قلب الأسد اللي هما جابوه في الفيلم انه هو موت مية بالغلط مش كده وندم وبتاع لا ده دبح 2700 أسير حتى لا يتحمل مؤونهم يكونوا عائق ليه في أثناء الحرب ده نتمياء بزبط بزبط كان شرس شرير يعني إذا طلعوا أنه هو كان رحيم وقاتل مية غصب عنه ليه يعني استفادت مغلطات قاتلة مغلطات قاتلة ما تختفرش وبذات بتاعت والي عكا دي بصراحة كانت صعب أوي إنه طلعوا خيم وهو كان باقي دي القرقش ده كان رجل عظيم ما يتعملش فيه جدا ونجاب لك برباروسة ملك ألمانيا كان وصل لحد القدس ده ماتفي السكة ما وصلش أصلا المغلطات دي يعني لازم يتم المراجعة ولازم فيه تدقيق زي ما فيه تدقيق لغوي زي ما فيه تدقيق أسري وتليل المفروض أنا أقول لحضرتك فيه مسلسلة عمل بتاع صلاح الدين إخرج حاتم علي والكاتب الدكتور وليد سيف مسلسل رائع جميل جدا وتحرط دق الحاجات اللي هي اللي بيكمل بها السياق التاريخي ممكن دي ليكون فيها مغلطات أو لو يعني عمل يعني الرؤية الدرامية بتاعته لكن السياق التاريخي ماشي مزبوط تمام الحقيقة اللي اتنين مع بعض في أعمالهم كانوا حاجة جميلة جدا وليد سيف وحاتم علي عملوا ده وعملوا عمر ربط الخطاب وساق القريش ربيع قرطبة احنا عملوا حاجة كويس أنا خرجت بره المغمو لا يا فان لما نفروغوا الحاجة احنا بنستمتع باللقاء مع العالم الفاضي اللي قال له السكتور المنضيح الدماطي وزير الأسهار السابق وعايزة سأذن حضرتك في مرحلة من المراحل السيرة والمسيرة كانت فيه عندما شغلت منصب المستشار الثقافي لجمهورة مصر العربية برليل وهنا اتوقف امام الدبلوماسية التعليمية الدبلوماسية العلمية صح التعبير او كان مفروضات صح والدبلوماسية بصفة عامة وصورة مصر في الخارج وما يحمله المستشار الثقافي من نقل هذه الصورة الحضارية نقل هذه الصورة التاريخية وايضا هذا الدور اللي مهم جدا لا يقل اهمية عن دور السافيت نفسه اللي موجود في اي دولة بل على العكس بيقع على عاتق المستشار الثقافي هو توضيح الرؤية والهوية لهذا الوطن اللي بيمثله اللي حالك قلته ده بالزبط هو اللي كنت حطته في دماغي لما روحت يناك لان الوظيفة مش مستشار ثقافي بس اسمها مستشار ثقافي ورئيس البعث التعليمية أنا كنت مستشار ثقافي ورئيس البعثات التعليمية في ألمانيا والمشرف على البعثات التعليمية في هولندا وبولندا ودنمارك والسويد وفنلندا والنرويج يعني كنت ماسك شمال أوروبا أغلب المستشارين الثقافيين اللي كنت بلاحظوا ما بيهتمش بالثقافة مع أن الوظيفة الاساسة مستشار ثقافي اهتمامه بينصب على التعليم لأنه هو عادة بيكون أو ضروري أنه يكون أستاذ جمعة مرشح مكوزة التعليم العالي بالضبط فبالتالي ما بيروح هناك بيبقى تركيزه الاتفاقات التعليمية الإشرافة على الطلبة المبعوثين أو الممنوحين التواصل مع أسدتهم مع الجامعات بتاعتهم تزليل المشاكل فكان بيبقى الجزء لكن حسيت أن الثقافة مش وغد حقها فكان طبيعي أن أبدأ أحط رؤية لتطوير العمل الثقافي في برلين ونقل الثقافة المصرية وإعطاء صورة ثقافية عن مصر درجة بقى من حاجات اللي كنت بعملها كمان كنت بعمل ندوة شهرية الخميس الأخير من كل شهر قلت أقل دموكلسون بس الأول أنا عملت الخميس الأخير من كل شهر وكنت بحط بجيب سدزة من ألمانيا يتكلموا عن مصر فكان بيبقى حاجة يعني بيوصل الرسالة من خلالهم هما فكانت حاجة كويسة جدا فهذا كان دور ثقافي مهم جدا أن يبقى فيها حالة وصال مع الجامعات على مستوى العالم يعني يتم تدريس الأسار المصرية وفرضها على المجتمع الدولي ألمانيا كان فيها 14 جامعة مش كان الحد الوقت 14 جامعة بتدرس الأسار المصرية أنا درسف واحدة منهم ده معناه فرنسا فيها أكتر برضو عدة جامعات إنجلترا فيها عدة جامعات هولندا فيها فإذا وأمريكا طبعا فيها الجامعات دي كلها ده بيقول حاجة واحدة بس أن التراث والحضارة المصرية تفرض نفسها على العالم كله صحيح الحضارة الإنسانية الأم للجميع أعظم حضارة في الأرض وبالتالي الجامعة اللي بتحس إن هي محتاجة يكون لها قيمة تعمل قسم الإدراسات المصرية إدراسة المصريات فيها يمكن الأستاذ عبيري تقريبا ما كانتش امتابع على الجزيرة دي بس يعني سيدة الوزيرة اتكلم عناها بس يمكن نستفيد فيها شوال لأنها مهمة اللي هي في الحفاظ المنظمة وحضارك تلقص المنظمة العربية أنا قلت آه آه يعني ما أنا بقول إن بس لأينا بنتكلم في جزئية تانية وهي إن حضرتك هذه المنظمات بتلعب بدور كبير جدا في عودة الحق المسلوب من صح التعبير بعض الأثار اللي خرجت بطرق غير شرعية من خلال هذه الاتفاقيات بيتم عودتها مرة تانية بالزبط ما هي الاتفاقية اللي قلت لحضرتك عليها اتفاقية اللي نسكه لعام 1970 ودي وقعت عليها أغلب الدول الاتفاقية دي بتنص على عودة بلد الأمة صاحبتها وبالتالي يعني هقول لحضرتك بالنسبة لنا نحن كده في مصر نحن عندنا إدارة في المجلس الأعلى أصار اسمها إدارة الأثار المستعدة هذه الإدارة تتابع يوميا وبصفة دائمة المزادات صالات المزادات على مستوى العالم لو حصل في صارة مزادات في دولة ما بيبيعوا فيها أثر مصري بيتم على طول التواصل مع الخارجية المصرية تبلغ الصفارة بإيقاف بيع هذه القطعة ونشوف خرجت بطريقة غير شرعية ولا بطريقة شرعية لو خرجت بطريقة غير شرعية على طول بنبلغ الدولة وبنستردها لو حتى الطريقة الدبلوماسية ما رجعتهاش القضاء بيرجح فبالتالي هنا بيستمد لازيل اتفاقيات لازيل اتفاقيات وبالتالي بتبقى لو حتى لو قلنا نعمش ملزمة قانونة لأن كل دولة لها القوانين بتاعته يعني مثلا احنا عندنا قوانيننا ممنوع بيع الأثار في مزادات انتهت من سنة 1983 كان عندنا لحد 83 صالت مزادات للأثار لكن بالوقت ما فيش خلاص القانون عندنا يمنع أوروبا وأمريكا القانون بيسمع فهنا القانون غير القانون فما نقدرش نفض قانون دول على الأخر لكن الاتفاقية الدولية هي اللي بتبقى ملزمة أخلاقية وعلشان كده أغلب المتاحف الكبرى في العالم لا تحتفظ حاليا بأثار مسروق أو لو وصلها حاجة غش رعية بتعجح وحصل معي موقف زي كده قلت لحضرتك في برلين في أسف بون وليبتسج في ألمانيا حضرتك الأثار المصرية والحفاظ عليها وده مهم جدا يعني مش مجرد السرقات فقط ده فيه حاجة أخطر ممكن تكون من السرقات لا تقل خطورة وهي بعض المياه الجوفية اللي تسربت لبعض الأثار في محافظات زي الفيوم حصل في اسكندرية والفيوم وفي سهاج وفي إدفو إنما دخلنا بخطة للكلام ده فيه خطط طبعا وفيه يعني مثلا تمت المعالجة في كوم الشقافة في اسكندرية تمت المعالجة في الأوزريون في أبيدوس تمت المعالجة في معبد إدفو وكذلك في معبد كومومبو إذن فيه دايما مشاريع للحفاظ على هذه الأثار من المياه الجوفية اللي دي فعلا زي ما تسابتك قلت خطيرة جدا وبتأثر بشكل كبير حتى يعني الرؤية فيها عموما يشوف كمان إيه اللي ممكن يحصل نعمله حماية قبل ما يتم يعني المتابعة دلوقتي بهذا الشيء الجزء وقائي وقائي في الختم سيدة الوزيرة أنا عايز أتكلم عن التكريم يعني حضاك يعني توليت مناصب عدة ووصلت في القمة الهرم اللي تنفيذي والوزاري ولكن يبقى التكريم هو الطاقة الإيجابية اللي بيعتز ويفخر بها كل عالم يعني شايف حضرك التكريم ودوره في حياة العالم يعني الناس متخيلة إن طالما وصل لقمة الهرم وعالم ووزير إنما التكريم في حد ذاته من هيئة من مؤسسة من جامعة دلالاته بالنسبة لحضرتها أنا خدت أربع تكريمات اتنين من مصر واثنين من الخارج الاثنين من مصر هي جامعة الجازة عن شمس التقديرية ودي بالنسبة لي جامعاتها إنها تكرم لدوانها يعني طبعا هي بتكرم طبقا لإنتاج العلمي ودورك في الجامعة فده كان حاجة كويسة بالنسبة لي في الدولة جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية دي برضو بالنسبة لي تكريم يعني على عمل إنتاج علمي على إنتاج العلمي بتاعي بحط من الخارج فيه اتنين واحد اللي هو وسام فارس من رئيس جمهورية إيطاليا وسام فارس ده طبقا للعلاقات بيني وبين إيطاليا وكان فيه شغل بيني وبينها لما كنت مديد للمتحف المصري من 2001 ل2004 فطبعا كان فيه نوع من التعاون اللي أصبر عن يعني نقدر نقول إيه إنتاج متميز وخاصة كان في مجال الترميم فطبعا كرمت عليه بوسام فارس أما التكريم الثاني فهو المدالية الزهبية من جامعة شارلس في براغ ودية لا تمنح إلا لي الصورة دي كانت وسام فارس بتاعت كان حتى أستاذ الدكتور جبالة رحمة الله عليه الله يرحمه بيقول لي أنا أخدها قبل منك هنا لو أنا لابس الوسام في السفارة هنا دي أستاذ الدكتور جبالة بيقول لي أنا أخد وسام فارس قبل منك الله يرحمه ودي الدكتورة فايزة هيك الأستاذ دي برضو دي الأسد ذاتي جامعة براغ من النادر أو قليل إنها بتكرم بره جامعتها ولازم يكون له دور أكاديمي المتميز ونشرع المتميز ودي عشان كده أنا بفخر بي أن جامعة زي جامعة شارلس في براغ تقدر يعني تديني هذا التكريم وحيب نفخر بحضرتك وكل المصريين بفخروا بالنماذج المحترم لإزاي حضرتك عالم فاضل صحك بسيرة ومسيرة وعلشان كده إحنا بنقول بنقدم دايما النموذج يمكن حدك زي ماقوله إيه شباحت التكريمات وتشبعت من التكريمات لكن لما بنقول تكريم ولمنقدم النموذج لشبابنا إحنا بنقول له ولكل مجتهد النصيب رحلة عطاء السمرت للصنوات والصنوات المتاعك الله بالصحة والسعادة ومزالد وقمة العطاء ولكن كان فيها بعض الصعاب نقلناها لكل الأجيال ونقلها بصدق عالي جدا وكان لقاء ممتع يعني من اللقاءات اللي دايما بنعتز بيها الدكتور ممدوح الضماطي حد تسمع منه بيعز بسنفونية هو بتكلم يعني حد كمان فاهم دوره كويس جدا حد عاشق لمصر والأثار المصرية فعلشان كده بتحس بمدى مزقيته ومدى السقط في كل كلامه لأنها كمان فيها جزء منطبق بالتاريخ وعالم الأثار دايما بيتكلم من الواقع الفعلي ومن التاريخ المدون واللي هو بيتكلم عن حقبة معينة أو أثر معين فهو فيه بطاقة وصف وفيه بطاقة شخصية لهذا الأثر فمتكلمش عن مجرد كلام مرسل أو كلام إنما هو كلام علمي وكلام دقيق كل التحية والاحترام لحضرتك وشرفتنا ونورتنا الله يخليك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك الشكر موصول لجمهن للعزيز قبل ساعة من قلنا لتاقم حضراتكم لك بسمحولي أقول كل التحية والإجلال بشكر زميلتي المقرجة عابير الحنبي على هذه الاستضافة هذه الحلقة مع العالم الفاضل الأستاذ دكتور ممدوح الدماطي ووزير الأسار الأسبق قبل ساعة لأن أتقل دائما مع حضرتكم وعلماء من بلدي تمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم موسيقى موسيقى